صراع في كاركوك يرتبط بأزمة الثقة ما بين المكونات هذه الأزمة عززتها القوى السياسية كافة منها سواء كانت على مستوى المحافظة وحتى على مستوى المشهد السياسي وبالتالي تجدين أن هناك صراع ما بين مكوناتها وأيضا داخل هذه المكونات للاستحواذ على مقاعد محافظة كاركوك هناك خلاف أصلا داخل البيت الكردي ما بين الديمقراطة الكردستاني والاتحاد الوطني وأيضا هناك صراع داخل المكون التركماني ما بين التركمان السنة والتركمان الشيعة وأيضا صراع ما بين البيت العربي السني وأيضا مع بقية القوى السياسية أنا أتصور بأن خطوط الدوائر هي تمثل خطوط مصالح القوى السياسية ليس أكثر خصوصا إذا ما علمنا بأن جزء من قوة هذه القوى السياسية هو يعتمد على الحصول على المقاعد وبالتالي يؤهلها نحو محاصصة السلطة التنفيذية وما يمكن أن تؤمن من خلال هذه السلطة التنفيذية من أدوات وبريق السلطة بالتحديد لذلك أتصور بأن الصراع لا زال ما بين هذه القوى السياسية نعم هناك جلسة الآن عقدت بنصاب كامل وأتصور بأن ما يمكن أن أسميه التوافق المشترك هو سيكون المخرج ترجمة نانسي قنقر